صباح الخير يا فندم صباح الخير يا أستاذ فاطين دلوقت أنا عاوزك تجاوبني وبمنتهى الصراحة مين دول وإعلاقتهم بك إيه دول يا فندم البنبوني واستاشن يا فندم هم قالولي إن هم بنبوني واستاشن إيه علاقتك بيهم وليه زبطناهم بينطموا فوق الصور حضرتك أنا كنت أعملها لحضرتك يعني مفاجأة حضرت الزابط قصدي يا حضرت الناصر إيه طريقة جديدة كمان في التدريس ولا إيه يا فندم هي دي أشكال التلميز تستفيد منها أمال إيه بس يا أستاذ فاطين فهمني يا فندم دي طريقة جديدة للتزويغ قصدي ضد التزويغ إزاي يعني حضرتك أنا لاحظت الفترة الأخيرة يا فندم إن عدد الطلبة والطالبات اللي بيزوغوا من فوق الصور كتروا أول في الفترة الأخيرة فأنا فكرت علشان أعمل حصر ومنع لعدد المزوغين والمزوغات ففكرت قلت طب إيه المينة إن أنا أجيب بمبوني واستاشن ووقفهم فوق الصور يا فندم بتاع المدرسة علشان يمنعوا ويراقبوا كل الطلبة اللي عايزين تسول لهم أنفسهم وهم بينطوا من فوق الصور في طلبة السنوي ده إيه يا فندم المفروض والله ينحييهم ونشجعهم برافو برافو ستاشاك برافو مبوني برافو برافو ونشجعهم فندم ظلمناهم يا أستاذ فاطين لكن ليه لما ضغطنا عليهم وسألناهم أنتو بتشتغلوا إيه؟ قالوا احنا بنشتغل حرامية هم قالوا كده؟ أيوة هم قالوا كده؟ أيوة إنهم لله يا فندم والله أكيد يا فندم كانوا يعني عايزين يمنعهم اللي زيهم من أصلي يمنع الحرامية من الدخول يا فندم زيهم والله المفروض يا فندم نشجعهم ببوني وستشاك نشجعهم يا جميع نشجعهم فكوهم يا جايدي حضر حضمان ادخلوا ادخلوا ده ينغل بدا ربي هي حصلت عامستيشن انت وبونبوني إيه اللي جبكوا هنا انطقوا أخوك ميشو أخويا ميشو ماله جراله حاجة ما تتخضرش يا عشو صفاتين أخوك ميشو بخير بس مستقبله المهني في خطر ومستقبله المهني في خطر ليه بقى عامستيشن أخوك ميشو نمر واحد في عالم الإجراء تصور هيسيب عالم السرقة والإجراء ويتوم أخوك إلي خالقق علينا إيه وأنت عرفتو بقى منين إنه هو هيتوم إن شاء الله ميشو بعضبة لسانه هي منانا الأول يعخوة في قلنا بيهذر لكن أنا والراجل ده بقنا يمس بين رأبه شايفين وهو داخل خالق في الإسم مع البيت الزطة إياها اللي اسمها سارة تبونتوا بقى دلوقت يعني عايزيني أعمل إيه أقصب عليه علشان يرجع حرامي تاني نبوس إيدك يا فطين إحنا بغير أكون ميشوا ألا والراجل ده نتسوح بترسين أيها يا فطين إحنا عارفين إنك إنت ما تشرد عن السكة البطالة اللي هو جماشي فيها دي بس لو سبها بيوتنا هتتخرب إنت المتعلم الوعيد اللي في العيلة كلمه شغله مزيكة أيها يا فطين رجعهمنا زي الأول تم تتعلموا منه وتحاولوا التوب إنتوا كمان ما ينفعش أصلينا حابين الإجرام قوي بيجري في دمنا مجرى الدم حاضر بصوا بقى أنا عايزكم ترقبوا أخويا ميشو وهو رايح وتيجوا تحكولي على كل حاجة إنتوا شفتوها وصيبوا بقى الباقي علي وأنا أوعدكم إن إن شاء الله هقف جنبكم بس بقى ممكن دلوقتي تتفضلوا علشان عندي حصة يا سلام يا فطين يا أخويا ربنا يقدرك على فعل الشر جميلك ده مش هننساهلك أبدا لو عايزنا نقلب لك المدرسة دي نقلب أهل لا 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 متشاكر متشاكر أنا أشاهلكم في وقت العوزة انت تأمر اطلعوا برا أمر ما هو ده الأمر اطلعوا برا مع السلامة ربنا أخليك لينا أمين ربنا أخريب لك بير يا رب بس ساشا فطينة باش مع السلامة مش عايزكم تجوا هنا تاني ايوة كده يا ميشو اجمد الله يحزك يا ميشو يا ابني والله ما تحكت زي دلوك من سنين المم عم عرفان أنا عايزك كده على طول ما تدقش خالص بس لأنت هنا هتجيب منين قالي علشان تفرق بيه دقتك تعرف يا ميشو يا ولدي ابني بدر كان زي كده كان بدري منور حكمة يا ولدي عايزك تاخدها من واحد زي أبوك وعاك الدنيا ضرك وعاك طول ما انت حاسس انت جوي وتقدر تاخد منها اللي انت حاوزوه هدورك اكتر لكن ساعة ما تنكسر هتعرف وتشوف الدنيا على حبيبتها ازهرنك وخطة على بعد قوي ميشو ما تشبعش منه يا حضرة الزبط سارة والله ده أنا حبيته جوي لا لو النبي عم عرفان بلاش حبيته دي حاكمين انت اي حد بتحبه بتقتله اكراه نحسن ما ساني حبيتك جوي سلام يا عم عرفان بسلام يا ببتي ميشو هتجيني تاني وتعاود وتزرني ها ان شاء الله عم عرفان بس خلي بالك انت من نفسك هستناك يا ميشو يا عالم يمكن ما نشوفش بعض تاني هجيلك عم عرفان هجيلك مع السلام يا ولدي السلام عم عرفان ولا سستا صباح الفل يا كبير خبال الشغل كله تمام يا كبير طب حطي الشمطة دي على المكتب وصيبلي أنا الزبونة دي أمرك يا كبير يا أهلا وسهلا عجبك الموكين اللي عمل الوقت ولا أغيره أنا بتاعي لأحط لك ورد بلدي بس الورد بلدي البلدي يوكل وأنا بحب البلدي أنت مش مرضو بتحب البلدي البلدي جميلة البلدي ما فيه أحلى بلدي ايه يا سيكا وافرنجي ايه؟ صمورة صمورتي حبيبتي كويس إن بيتي فوقتك تعالي انت جيت إمتا؟ أنا لسه داخل حالة مش كده أنا سوسة أه كده فيه بلدي فضالي يا حبيبتي الفضالي أما الوقت بتتكلم فيه؟ لا أنا بقول لها أن الوردي البلدي شاحل ومين دول مسوء طب وإنت مالك يشحي ولم يشحي؟ بلدي مش شغل يا سمرتي يا حبيبتي إنتع أنا سوسة إنتع خلص مع السبوة ما تقومش ترغي يا أخو يا تقوم تقول ورد ملمي ووردة فرنجي قولي نفسك قولي نفسك تفضلي سراحي تفضلي يا حبيبتي تفضلي أهل الرسافة جبتلي الفلوس أنا قلتلك عليها أو لا؟ حبيبتي هم 150 ألف جليل تمام وكمال مظبوطين ولا عدوهم؟ مظبوطين يا حبيبتي قلبي طب أنا مش حاوت كتير عشان عندي شغل كتير قوي في السنتر ماشي أتصل بيت كمان ربع ساعة لأيك في البيت أروح يعني؟ عالبيت فورا طب بعد إذنك بس أنا هعد على المحامي وبعدين أروح عالبيت فورا ما تتأخرش حاضر بس أنت وانت ماشي على مالك عشان خاطري عشان خاطري البيبي حبيبتي هم بيبي؟ بيبي إيه اللي انت خايف عليه؟ بعد ما عكرت دمي وعكرت عصابي حقيقة على أنت والبيبي أنا أأسف لكم انتو الاتنين هاك علي يا حبيبتي مرد بلدي ها؟ البلدي بلدي ده أنا هطلعه على وشك البلدي لا أسف مشت الزبونة مشت صباح فول يا معلّم إيه ده؟ يا أما في إيه؟ إيه اللي جابكو هين؟ في مصيبة يا معلّم يا ساة رستر يا رب طب اتكالي ممتع على طول أنا مش لا أستواتر معلّش بقى يا فؤاد خسرت الرهام يا ستي ألف مبروح ولو إني لسه معترفش بالخسارة انت كسبت جولة واحدة بس لسه لماتش منتهاش بس أنا كسبت جولة مهمة جداً وأنا كمان كسبت كسبت إيه بقى؟ كسبت إني كتقدمت خطوة في موضوع رسالتك وده معلّان موضوعنا كمان نقرب خطوة بجد يا فؤاد هتبقى ومسوط لو أنا نجحت في رسالة الماجستير حتى لو أنت مكنش مقتنع؟ ده سؤال طبعاً أبغنصوه طب قولي بقى عامل إيه في الشغل؟ سمعت كده أن في ترقاجة قريب؟ يعني بس ديت أوقف بقى على قضاية حسين المرشدي ورجال العمال اللي مشاركيني هو أنت مسكت قضاية حسين المرشدي؟ هبدأ أشتغل فيها من النهاردة موسيقى أنا متفكرة أوي يا ميسو ما تتصورش جوزي كان فرحان بي قد إيه؟ سدّ أخدني عزمني على العسل وفسحني وكل ده بسببك أنت بسببك أنت بسببك أنت بسببك أنت بس أنت اللي مش واخد بالك ميرسي ويا ريت بقى تبقي كده على طول أمر سكر بس أقولك على حاجة بلاش ميرثي اللي إنت قلتها دي اللي حسن ممكن يقفل منك اللي بس يا ميسو؟ وأقولك على حاجة تاني ما تجيبش اسمي على لسانك قصدك إيه؟ قصدي يعني يا أستاذة سوها أنك تبقي بسيطة بسيطة آه تبقي في البيت كده عروسة من ورها عروسة من ورها يبصلك تتحكف وش لا مش قوي كده تبتسمي بس أيوة كده تبقي زي الأمر وبشوشة بسوسة أيوة وبكده بقى يا أستاذة سوها هتنسي أي مشاكل فهمة؟ آه بسوسة؟ بسيطة؟ سامعة من ورها لا لا عروسة عروسة وإنتي إيه؟ سامعك إيه؟ بسوسة؟ بسيطة؟ ها؟ من ورها ماشي ها؟ إيه الأخبار يا أستاذة سوها؟ آه بسوسة؟ بسيطة؟ من ورها؟ برافو بسوسة؟ بسيطة؟ من ورها؟ يا أستاذة سوها؟ هم؟ أنا أزيط أسألك يعني ميشو ميشو عامل إيد الوقتي آه ميسو؟ لا ميسو زي الفل ليس محتاج أي دروس خالص بجات ما سأقلها عليه ميسو بسوسة؟ بسيطة؟ هنا أولا بسوسة؟ عملتلي إيه؟ إيه مين دي؟ سوها؟ دي كده؟ أنا مش عايزك تشكرني يا فاطين لأن ده شغلي واجبي وبقوم بيه زي أنت بالضبط بتقوم بوجبك وصارة كمان بتقوم بوجبها بس أنا سعيدهم مبسوط قوي قوي ميشو يا دكتورة حضرتك بقى يصحاب لي ده شيء جميل قوي بس ده مش معنى إنك إنت دورك إنته لا، المرحلة اللي هو فيها دلوقتي أصعب كتير من الأول حضرتك يا دكتورة قوليلي إيه المفروض إن أنا أعمله وأنا هنفذه بالحرف الواحد شوف يا فاطين حالة ميشو أخوك عاملة بالضبط زي المدمن اللي خف من الإدمان نعمل إحنا إيه بقى؟ نبعد عنه أي مكان أو شخصية ممكن تجرجره تاني للإدمان لأن لو حد قابله أو حد من صحابه حاول يرجعه تاني للإدمان الحالة المرة دي هتبقى أخطر كتير من الأول يا خبرة بياض يعني هو أصدح حضرتك إن أنا يعني أبعد ميشو عن كل الأشخاص اللي هما ممكن يرجعه تاني للسرقة أو الأشخاص دي يتغيره وينصلح حالهم مش كده؟ آه أيوة هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله ما تقليش يا دكتورة أخوي يميشو عمره ما هيرجع تاني للسرقة طول ما أنا موجود وكما قال الإنجاز الحيات قصيرة إن لم تستغلها ضعت عليك الفرصة مساء الخير يا رفاق بيه أهلاً إلاك يا رفاق بيه إلاك عمر بيه عامل إيه؟ الحمد لله إيه الأخبار؟ الحمد لله تماماً قادي يا سيدي الملف بتاع سرقة بيلا حسين المرشيبي في كل اتحقات وتقرير رفع البصمات تتكلم بجد؟ ده ملف ده مهم جداً برافو عليك عمر إيه خذي السجارة عمر بيه لا ده كده كتير وراه إيه دي بقى؟ يا سيدي ما وراهاش حاجة ولا شكراً يا رفاق بيه بقولك إيه؟ طبعاً عشان الفيلا في دايرة الاسم بتاعك إنت اللي قمت بالتحقيق في العضية بالضبط كده بقولي بقى شايف إيه؟ عمانس، إنت إيه اللي مقافك كده؟ وطي صوتك إيه في إيه؟ إنك جيت، تحنا معي وأنا أقولك في إيه يا عمي بس؟ قلقتيني قمني أبوك كان مقاف قدام البيت نستني ليش وهو حيتجند وأول ما جه خد ودخل بيه على الشقة القديمة أنا خايف لا يكون عايش يرجعه للسرقة تاي عشان كده كده كنت وقف عايز أسمع بيقوله إيه؟ يا راب يا عضي الغلبي ده يا ربي ده لسه الدكتورة عيز متمحذرني من كده طب والعمل إيه دلوقتي؟ العمل إيه؟ العمل إيه؟ آه، اسمع يا عمي أنا هدخل كده المطبخ عندك وهنط من الشباك علشان هدخل عندهم واسمع بقى هم بيقولوا إيه؟ فاطيح، فاطيح خلي بالك لا سيدي شوفك يجي ينكد علي أنا يا ربنا يسطر يا ربنا يسطر إيه ده ليا عمي؟ ربنا يسطر ربنا يسطر يعني إنت جيبني هنا لي يا سيد؟ عشان أفكرك بقى ياما كنت بعلمك أصول الشغلانة عشان أفكرك قد إيه أنا تعبت وشئيت عشان إنت تبقى وريس عيلة الحاوي أنا مش محتاج تقولي الكلام ده لا بان إنت محتاج محتاج قوي بعد اللي أنا سمعته سمعت إيه؟ سمعت إن إنت خلاص بطلت وتوبت عن الشغلانة بيشو تخيل أنت توبت على الشغلانة وفقد كله كل يوم من بدري مع الزابط سارة اللي آخرتها إن شاء الله حتودك في دهيا مش هتوديني في دهيا ولا حاجة يا سيد اتطمن دي بتحضر رسالة ماجستير واختريتنا أنا علشان أبقى باني أدم كويس وبقى النموذج بتاعها في الرسالة دي برافو يا ميجو برافو ها؟ يعني بيتجرب فيك بيتجرب فيك يا ميجو وبعد كده عم النموذج حترميك للقطط بقى هو دميشو دميشو بن سيد الحاوي دميشو العالم الحرمية كله كان بيعمل له ألف حساب أديك قلتها يا سيد عالم الحرمية أنا بقى عايز أخرج برا العالم ده وبرضو الكل هيعمل لحساب بس وانا محترم ياه من يومك وانت طالع اليميشو محترم بيتهلك انت لو خرجت برا بوك وبرا شهرك جدودك عمرك ما حتبقى محترم يا ميشو ما عندك فاطين أخوك وعمك أمس ما هم قدامك دول محترمين بقى سامحة يا مابا على عموم احنا لنا بالنتيجة سيد والطمي الهباء كويس وكويس قوي كمان بيتهلك وربنا بيتهلك يا ميشو عموما أنا حسيبك تلعب زي من تعاوز بس أنا حفكرك حفكرك ان حزرتك يا ميشو وان خرجت عن طوح ابوك ورحمة أمي يا بامة إزعال أنا عايزك تتطمن أنا برضو ابنك نيشو موسيقى 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 اشتركوا في القناة